في حلقة اليوم سوف نقدم لحضراتكم سلاس طرق يمكن بها تأكيد أن الجنين ولد أولا طريقة فحص الصونار ثم سوف نقدم لحضراتكم بعض الطرق الطبية الأخرى وفي النهاية سوف نقدم لحضراتكم بعض الخرافات التي يعتقد أنها قد تكون دليلا على أن الجنين ولد أولا فحص الصونار اليوم أصبح من السهل جدا التعرف على نوع الجنين في الفترة ما بين الأسابيع الثمانية عشر إلى العشرون من الحمل هذا بالاعتماد على التصوير بالموجات فوق الصوتية أو ما يعرف بالألتراسوند أو الصونار ويتم ذلك من خلال فحص تصويري يظهر العضو التناسلي للجنين وينصح بإجراء فحص الصونار بعد الوصول إلى منتصف فترة الحمل في العادة ذلك للتأكد من إمكانية تمييز نوع الجنين وعندما تخضع الأم لفحص الصونار يحرك الطبيب الأنبوب الموصول بالجهاز على بطن الأم فتتكون موجات صوتية عالية التردد بعد ذلك تقوم الموجات الصوتية بتكوين صورة للجنين تعمل على الشاشة فورا ويمكن تمييز نوع الجنين من خلال التعرف على الأعضاء التناسلية للجنين حيث أن وجود القضيب يدل على الحمل بولد وفي بعض الحالات لن يتمكن الطبيب من تمييز الأعضاء التناسلية للجنين هذا في حال اتخاذ الجنين وضعية داخل الرحم مختلفة تحول دون القدر على رؤيتها بوضح ويذكر أنه بالإضافة لوضعية الجنين فإن دقة هذا الفحص تعتمد على عدد من العوامل كعمر الجنين أو مدة الحمل ونوع جهاز الصونار المستخدم ومدى مهارة ودقة الأخصائي ثانيا بعض الطرق الطبية التي من الممكن أن تؤكد أن الجنين ولد فبالإضافة إلى الطريقة التقليدية للكشف عن نوع الجنين باستخدام الصونار يمكن الكشف عن نوع الجنين باستخدام هذه الطرق الطبية الآتية أولا فحص المادة الوراثية الحر فيقوم هذا الفحص في مبدأه على أخذ عينة صغيرة من دم الأم وفحصها للبحث عن وجود أي أجزاء من المادة الوراثية الخاصة بخلايا الجنين القادمة من المشيمة فيها ويجدر بالذكر أن الهدف الرئيسي لهذا الاختبار هو الكشف عن احتمالية إصابة الجنين بأحد التشوهات الجنينية وبطبيعة الحال فإن الفحص يمكن الطبيب أيضا من معرفة نوع الجنين هذا من خلال وجود أو عدم وجود الكروموسوم Y في مادة الجنين الوراثية التي تم العثور عليها في دم الأم ويمكن إجراء هذا الفحص في الأسبوع التاسع من الحمل ثانيا الفحوصات الجينية وتأخذ هذه الفحوصات عينة من مادة الجنين الوراثية بشكل مباشر وتتحقق منها مما قد يترتب عليه بعض المخاطر المرتبطة بسلامة الحمل واستمراره ولذلك يقتصر الاعتماد على هذه الفحوصات للتأكد من إصابة الجنين بالتشوهات الخلقية أو الجنينية في حالات الشك بإصابة الجنين بأحد منها ونظرا لقدرة هذه الفحوصات على بيان المادة الوراثية للجنين فإنها تظهر نوعه أيضا ويقدر بالذكر أن هناك نوعين رئيسيين من هذا النوع من الفحوصات ويمكن بيان كل منهما كالآتي أولا فحص الزغابات المشيمائية ويتم إجراء هذا الاختبار ما بين الأسبوعين العاشر إلى الثلاثة وعشر من الحمل ثانيا فحص بزل السلي أي فحص السائل الذي يحيط بالجنين وذلك بين الأسبوعين الرابع عشر إلى العشرون من الحمل أما بالنسبة للطريقة الثالثة فيما يتعلق بتأكيد نوعية الجنين فهي بعض الخرافات حول الحمل بولد ويوجد العديد من الحكايات الشعبية والخرافات التي تناقلتها السيدات لمعرفة نوع الجنين والتي يدعون بأنها تدل على احتمالية حمل المرأة بولد ويقدر بالذكر هنا أن هذه الحكايات والطرق الشعبية تعتبر خرافات تفتقر إلى أية أدلة علمية تدعمها ويمكن بشكل عام أن نذكر بعضا منها فيما يلي أولا طبيعة وحام الحامل الذي يجعلها أكثر رغبة بالأغذية المالحة أو الحمضية على وجه التحديد ثانيا شكل البطن البارز نحو الأسفل ثالثا طبيعة الغتيان الصباحي المصاحب للحمل والذي يزعم البعض أنه يكون أقل حدة عند الحامل بولد رابعا انخفاض حدة التقلبات المزاجية عند الحامل مقارنة بالحمل بجنين أنثى خامسا علم زيادة معدل نبض الجنين عن 140 نبضة في الدقيقة أخيرا نضارة البشرة وجمالها وصحة الشعر وحيويته ترجمة نانسي قنقر